بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الثالثة للشابتر 2 اللي عنوانه Energy, Energy Transfer and General Energy Analysis قبل ما نبدأ هذه المحاضرة أود الإجابة عن السؤال المطروح للحصة الماضية وهو ما هي الوحدة الأساسية للSpecific Generic Energy عندنا Specific Generic Energy تساوي نصف السرعة مربع بما أن السرعة وحدتها الأساسية متر بالسكند فالسرعة مربع تصبح وحدتها الأساسية متر مربع على سكند مربع فإذن وحدة Specific Generic Energy باستعمال الوحدات الأساسية للنظام العالمي متر مربع على سكند مربع خلال هذه الحصة نبدأ بتعريف Internal Energy أول شيء هو شكل من أشكال الطاقة مثل ما درسنا حصص الماضية Potential Energy and Kineric Energy فقط هنا أود الإشارة أن Potential Energy and Kineric Energy هم أشكال من أشكال الطاقة الملموسة أو الميكروسكوبيك بالنسبة لأنترنال إينرجي لا يمكن ملاحظتها أو تعبير عنها بالعين أو باللمس فهي تعبر عن تحرك الجزيئات أو تحرك الظرات داخل الجسم فإذن هنا نقدر نقول أن Rotation, Vibration, Translation and Interactions among the Molecules يعني دوران الجزيئات Vibration اهتزاز Translation حركاتها الخطية وتفاعلها الجزيئات فيما بعض يؤدي إلى شكل معين من أشكال الطاقة هذا الشكل يعبر عنه بـ ASP Internal Energy فإذن Internal Energy تعبر لي على أربع أنواع من تحرك الجزيئات أو تفاعل الجزيئات مثل دوران اهتزاز التنقل الخطي وتفاعلها فيما بينها للإشارة هنا لا يمكن قياس Internal Energy مهما سوينا فإذن هنا ما نقدر نسوي Technics عشان يقدر يحسب لي Internal Energy ولكن هذه الطرق فقط تؤدي لي إلى معرفة تغير Internal Energy كما قلنا أن Internal Energy يرمز إليه باستعمال حرف U Capital ما ننسى أنه Internal Energy هي نوع من أنواع الطاقة فإذن وحدتها الأساسية هي Joule The Internal Energy is the state function of a system because its value depends only on the current state of the system and not on the path taken or process undergone to arrive at this state كلمة state function تعبر لي عن إيش؟ تعبر لي على أن هذه الخاصية لا تتأثر بالPath أو الProcess كلمة path يعني هي الطريق والProcess هو الإجراء فإذن اعتبار Internal Energy state function يعني لا تتأثر لا بالطريق أو بالإجراء التي وقع عليها هنا للإشارة أيضا كما عرفنا Specific Kineric Energy and Specific Potential Energy أيضا نعرف Specific Internal Energy فزي ما قلنا كلمة Specific يعني الشيء اللي يجي بعد كلمة Specific يعني Internal Energy تقسيم الكتلة فإذن هنا Specific Internal Energy يرمز إليه بالU Small تساوي U Capital اللي هي Internal Energy على الكتلة Internal Energy وحدتها الأساسية Joule الماس وحدتها الأساسية كيلوغرام فإذن وحدة Specific Internal Energy Joule per كيلوغرام أيضا للإشارة أو لتلخيص أو لذكر مجموعة الأشياء اللي درسناها في الحصة الماضية In Ingenieric Thermodynamics The change in the total energy of a system is considered to be made up of three contributions هنا تغير الطاقة الجملية للنظام تكون على ثلاث أشكال الشكل الأول Potential Energy الشكل الثاني Kineric Energy الشكل الثالث Internal Energy Total Energy زي ما قلنا يرمز إليه بحرف E Capital فإذن تغير Total Energy سيكون ناتج أساسا على تغير Internal Energy مع تغير Kineric Energy مع تغير Potential Energy فرمز الدلتا هنا طبيعي جدا نستعملوه عشان تعبير على Variation أو التغير Variation أو Change أو تغير فإذا تغير الطاقة الجملية للنظام يكون عن طريق Internal Energy في تغيرها أو تغير Kineric Energy أو تغير Potential Energy أو تغيرهم الاثنين أو الثلاثة مع بعض نفس الشيء هنا نفس المعادلة لو قسمت مجموعة الأزاء هذه على الكتلة على الكتلة فرح ما رح يتغير شيء بالنسبة للمعادلة ولكن تصبح لي Variation of Specific Total Energy يساوي Variation of Specific Internal Energy plus تغير Specific Kineric Energy plus تغير of Specific Potential Energy بالطبع الوحدة الأساسية هنا جول لأنها كلها طاقة ولكن هنا كلها Specific Internal Energy قبل ما نخلص هذا الشابتر هل إنه المعادلة اللي وصلنا لها بالنسبة للأنترنال إينرجي المعادلة اللي وصلنا لها بالنسبة للأنترنال إينرجي يمكن قياسها باستعمال بعض الآلات نعم أو لا أو بلغة أخرى هل يمكن قياس الأنترنال إينرجي باستعمال الآلات نعم أو لا